وزير البنية التحتية وفك العزلة عزيز محمد صالح يلتقي بسفير جمهورية الهند لدى البلاد الدكتور حفيظ الرحمن وتباحث مختلف مجالات التعاون بين إنجامينة ونيو دلهي وخلال اللقاء أشاد وزير البنية التحتية عزيز محمد صالح بعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين مؤكدا على توسيع آفاق التعاون في مجال البنية التحتية وعقب قروجه من اللقاء فقد أعرب الدبلوماسي الهندي أم تطلعه لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات السلطات بالبلدين الصديقين في مختلف القطعات حدثنا عن بعض المشاريع التي يمكن أن نعمل عليها من أجل تحسين العلاقات بين البلدين وأيضا بالنسبة لتدريب الكوادر في مختلف المجالات في الزراعة، في الصناعة، في الطاقة المتجددة هناك أمور مجالات مختلفة، هناك إمكانية تدريب الكوادر الشادية فهذه المشاريع بيننا وكلها محاولة من أجل تحسين وتعزيز العلاقات السنائية بين البلدين هذا وتشهد في الآوينة الأخيرة مجالات التعاون بين إنجامينا ونيو دلهي تطويرا ونموا في كافة المستويات التي تخدم مصالح البلدين ترجمة نانسي قنقر